للصورة والكلمة أهمية توازي السلاح العسكري ميليشيا حزب الله تنبهت ولم تكتفي بفرض نفسها بصور معلقة في الطرقات بل باتت تلعب في فلك الفضاء الإلكتروني جندت جيشا مختصا بتجارة الوهم وصناعة التضليل الوحدة الإلكترونية المتخصصة لديها بهذه المهمة تدعى سيميا وفق تقرير لمعهد ألمال الأبحاث تعمل على الترويج لروايات الحزب وشن حملات على شبكات مختلفة للتأثير على الرأي العام وتنفذ إذا لزم الأمر هجمات إلكترونية على المعارضين تقع وحدة سيميا تحت السيطرة المباشرة لعبد الله القصير مساعد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله وتضم أكثر من مائة شخص يديرون قرابة ألف حساب وهمي للترويج لأجندة الميليشيا المدعومة إيرانيا تقرير معهد ألمال رجح وجود وحدتين فرعيتين تندرجان تحت قيادة سيميا إحداهما تعالج وتحلل المعلومات الموجودة على الهواتف أو الكمبيوترات المقترقة أما الثانية فتتخصص بمراقبة الحسابات الإلكترونية وتبلغ عن المستخدمين المناهضين لحزب الله وتحضرهم أحياناً لا تقتصر مهمة سيميا على ذلك فحسب إنما تدير الوحدة شبكة من المواقع الإخبارية والصفحات الرسمية التي تروج للحزب فيما يتولى الأخير تمويل تلك المواقع ويعين مسؤولين مؤيدين لسياساته حزب الله ومنذ بداية تأسيسه في الثمانينات اهتم بالبروباجندا الإعلامية لذا كانت الكاميرا رفيقة البندقية وصنعت أسماء لشخصيات وهمية ومجدتهم في حين عتمت على شخصيات أخرى ترجمة نانسي قنقر